السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا ولاد عمين ايه وحشلوني جدا 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 يلا بقى نستكمل مع بعض كده المنهج بتاعنا في اللغة العربية للصف السالس اللي ابتداني طيب احنا النهاردة هناخذ الدرس بتاعنا بتاع اللغة العربية عبارة عن قصة جميلة خلاص هنعتبارها قصة كده كنحنا بنقراها طب عنوان القصة بتاعتنا اسمه ايه اسمه ادواتي الشخصية ادواتي الشخصية ماشي يا ولاد يلا بقى نبتدي مع بعض ونشوف درس ادواتي الشخصية ونشوف ايه هو هنبدأ بالقراءة زي ما احنا اتفقنا مع بعض اول حاجة هنقرأ الدرس مع بعض يلا كده نقرأه العنوان ادواتي الشخصية طيب ذات مساء عاد الاب من العمل واجتمع باسرته قائلا خلاص سنسافر غدا في رحلة بحرية وعليكم تجهيز حقائبكم والنون مبكرا تحمست هند وذهبت مسرعة وقامت بتحضير حقيبتها دخل الاب على هند في غرفتها فرأى حقيبة كبيرة مليئة بالاشياء فقال لها يا هند لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة فردت هند متعجبة لماذا يا ابي فكل ما في الحقيبة ضروري فاجاب الاب لا تأخذي سوى ادواتك الشخصية وملابسك واشيائك الضرورية فقط واخذت هند تفكر في الاشياء التي ستأخذها معها قامت هند باحضار حقيبتها الصغيرة ووقفت في حيرة من امرها ماذا تختار خلص طيب يبقى بطلة القصه بتاعتنا النهاردة اسمها ايه اسمها هند خلاص طيب بيقولك هنا ب اول القصه خالص ذاته مساء يعني ايه ذاته مساء يعني عvey هاذ يقولك كان يا مكان ما جايما احنا بنجي نحكي حدوده مثلا او حدودت قابل من يوم لما ماCan يطيق وقلنا ايه كان يا مكان كام فيه ايه كذا كذا وابัد نحكي الحكاي فبتقولك كان يامكان كان في ايه بقى ذاته مساء مساء يعني ايها احنا نبدأ دلوقتي نشوف ايه الحصيله اللغويه بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنبدأ بالقراءه السليمه وبعدين بنجمع حصيله لغويه من معاني الايه الكلمة خلاص طيب كلمه مساء يعني ايه في الليل بالليل يعني خلاص طيب عاده يعني ايه عاده الاب من العمل عاده يعني معناه رجعه خلاص الاب من العمل واجتمع باسرتي ايه خلاص اجتمع يعني ايه يعني ايه جلست الاسرة كلها ايه مع بعضها ايه افراد الاسرة جميعا باسرتي قائلا خلاص معناه كلمة قائلا يعني متحدثا خلاص طيب سنسافر غدا في رحلة بحرية وعليكم تجهيز حقائبكم يعني ايه تجهيز الحقائب بتاعتنا لما نيه نسافر متجهز الشنطة بتاعتنا حقائب يعني ايه شنط بتاعتنا طيب تجهيز يعني اعداد تجهيز معناه كلمة تجهيز اعداد طيب ونوكرا طيب تحمست هند وذهبت مسرعة تحمست يعني ايه تحمست هند يعني تشجعت تشجعت هند احنا قلنا ايه اسمها هند بطلت القصة وذهبت ايه مسرعة خلاص يبا ذهبت بسرعة خلاص وقامت بتجهيز حقيبتها قلنا وقامت بتحضير حقيبتها يعني ايه قلنا تحضير يعني اعداد خلاص طيب دخل الاب على هند في غرفتها فرأى حقيبتا كبيرتا رأى معنى كلمة رأى يعني ايه شاهدة طيب كبيرتا مليئتا بالاشياء فقال لها باباها قال لها ايه بقى هي جبت حقيبة وملتها ايه حاجات كتير جدا بقى عشان بقى رحة رحلة بقى مبسوطة وفرحارة فعملت حط حاجات كتير جوه الشانطة طيب طيب فباباها قال لها ايه قال لها يا هند طب يا هند ده اسلوب ايه نداء قال لها ايه بابا هو بيكلمه لا يا هند لا يمكنك يستفر بكل هذه الحقيبة طيب ليه بقى مينفعش يستفر بكل هذه الحقيبة ليه لان هي هتحضر حقيبة كبيرة ومثلا اخوها برضو يحضر حقيبة كبيرة وماما حقيبة وباقى فكده شونطة بقى كثير ويتقيل عليهم فمش هينفع ماشي فردت هند متعجبة فردت هند ايه متعجبة هند تعجلت له ليه بقى يا بابا ما ينفعش اخد الشانطة ليه بقى انا كل الحاجات اللي فيها عايز اخدها خلاص معنا كلمه متعجبة ها مندحشة خلاص اندهاش يعني تعجب يعني اندهاش فردت هند ايه متعجبة تان نماذا يا ابي ردت قالت لباباها ايه نماذا يا ابي طبعا ايه سؤال بتقوله ليه مينفعش اخد ايه الحقيبة بتاعت دي كلها نماذا طب قالت الاستفهام هين فهن نماذا خلاص وعندنا علامة هنا علامة الاستفهام اهين موجودة نماذا يا ابي وطبعا ده يا ابي ده اسلوب ايه نداء فكل ما في الحقيبة ضروري يعني ما معنى كلمة ضروريها مهم ضروري يعني ايه مهم طيب فاجاب الاب لا تأخذي سوى ادواتك الشخصية قال لها ايه بابا ابي ولا ما تأخذيش غري الايه لحاجات المهمة فقط الايه ادواتك الشخصية طيب وملابسك واشيائك الضرورية فقط واخذت هند تفكر في الاشياء التي ستأخذها معها قامت هند باحضار حقيبتها الصغيرة ووقفت في حيرة من امرها ماذا تختار برضو ده وايه سؤالة هو اداة الاستفهام هنا ايه ماذا خلاص طيب احنا هنا هنبدأ بقى خلصنا كده الحصيقة كده احنا خلصنا الحصيلة اللغوية بتاعتنا واشوفنا معالي الكلمات يلا يولا 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 عمل دي ايه مفرد طب جمعها ايه الاعمال طيب ونجتمع باسرتي خلاص اسره ايه مفرد طب جمعها ايه اسر قائلا سنسافر غدا في رحلات بحرية طب رحلات دي ايه مفرد جمعها ايه رحلات طيب وعليكم تجهيز حقائبكم والنوم مبكرا طب حقائبكم دي ايه جمع ولا مفرد ده جمع خلاص طب مفردها ايه بقى حقيبة ماشي تحمست هند وذهبت مسرعة وقامت بتحضير ايه حقيبتها دخل الاب على هند في ورفتها فرا حقيبة كبيرة مليئة بالايه بالاشياء طب كلمة الاشياء دي مفرد ولا جمع دي جمع طب مفردها ايه الشاي مدام الكلمة فيها الف وليم وانت بتجيب مفردها برضو تجيب ايه في الف وليم طب برضو لو هي مش فيها الف وليم ما تحطش ايه الف وليم طيب فقال لها يا هند ولا يمكنك يستفر بكل هذه الحقيبة فرضت هند متعجبة لماذا يا ابي في كل ما في الحقيبة ضروري فاجابها الاب لا تأخذي سوى ادواتك الشخصية طيب عندنا كلمة ادواتك ادواتك دي مفرد ولا جمع ادواتك كلمة جمع طب مفردها ايه اداية ماشي طيب الشخصية الشخصية دي ايه مفرد طب جمعها ايه الشخصيات ماشي طيب وما يلابسك واشيائك الضرورية اشيائك طبعا جمعت مفردها ايه الشاي طيب ضروري واخدت هند تفكر في الاشياء التي ستاخذها معها قامت هند بحضار حقيباتها صغيرة ووقفت في حيرة من امريها ماذا تختار يبا احنا كده جبنا كلمة وجمعها والكلمة وايه مفردها دلوقتي هندخل على الكلمة وايه ومضادها طب يلا مع بعض كده كلمة ايه مساء طيب عكس كلمة مساء او مضاد كلمة مساء يعني ايه صباح خلاص احنا قلنا طويل عكسها ايه قصير او ممكن نقول مضاد ده طيب يبقى مضاد مساء صباح طيب نيجي هنا مضاد اجتمع ايه مضاد اجتمع ايه تفرقه طيب مضاد قائلا قائلا حد بيتكلم يبقى ايه عكسها ايه ساكتا خلاص ساكت خلاص سنسافر غدا في رحلات بحريات وعليكم تجهي لحقائبكم والنوم ايه مبكرا مبكرا ايه متأخرا طيب تحمست تحمست لو احنا قلنا معناها تشجعت يبقى عكسها ايه احبطت طيب لو احنا قلنا معناها ان هي نشطة طيب نقول ايه يبقى عكسها ايه تكسلت عشان النشاط عكسه ايه الكسل ماشي طيب اه ذهبت طيب مضاد كلمة ذهبت ايه رجعت طيب مسرعة اه مش بسرعة رحت بسرعة فرحانة بقى ايه رحة رحلة طيب مضاد كلمة مسرعة ايه مبطئة مبطئة طيب وقامت بتحضير ايه حقيبتها دخل الاب ايه دخل عكسها ايه خربا طيب على هند في غرفتها فرأى حقيبة كبيرة طيب مضاد كلمة كبيرة ايه صغيرة طيب طيب مليئة بالاشياء فقال لها يا هند لا يمكنك السفر بكل هذه الحقيبة فردت هند متعجبة لماذا يا ابي كل ما في الحقيبة ضروري طيب نضاد كلمة ضروري ايه غير مهم حاجة مش مهمة لانه ضروري يعني ايه مهم طيب فاجاب الاب لا تأخذي سوى ادواتك الشخصية طيب طيب هو ملابسك واشيائك الضرورية فقط طيب هنا ننسينا نقول كلمة اجابة اجابة مضادها ايه سألة عكس ان انت بتجيب ان انت ايه بتسأل عكسها مضادها ماشي واخذت هند تفكر في الاشياء التي ستأخذها معها قامت هند بحضار حقيباتها الصغيرة ان الصغيرة مضادها الكبيرة طيب ووقفت في حيرة مضاد كلمة حيرة ايه حسن ان احنا ايه ان حد متردد المضادها ايه حسن طيب من امرها ماذا تختار طيب نيجي هنا على الاسئلة اللي بتكون موجودة على الدرس بتاعي بتاع القراءة طيب هنا السؤال ممكن نقول هنا السؤال الاولاني ايه متى عاد الاب هنا بتسأل عن الزمن متى عاد الاب هتقول ايه مساء عاد الاب مساء طيب واجتما بصرتي قائلة ممكن نقول هنا ايه سؤال ايه ماذا قال الاب ماذا قال الاب هتقول ايه قال ايه بقى اجتمع بصرتي قائلة قال ايه سنسافر غدا في رحلات بحرية قال الاب ايه سنسافر غدا في رحلات بحرية وعليكم تجيز حقائبكم وانه مبكرا يبقى ده اللي قاله الاب ما بينقصين اهو اقول هنا لغاية كلمة مبكرا لماذا ردت هند على على ابيها ردت قالت ايه لماذا يا ابي قالت له لماذا يا ابي ليه ما ينفعش ليه بقى طيب بماذا رد الاب على ابنته هند نقول ايه بقى قالها ايه اجاب الاب لا تأخذي سوى ادواتك الشخصية وملابسك واشيائك الضرورية فقط بدي اجابة مين الاب على ايه على سؤال هند على سؤال هند طيب نيجي للسؤال اللي بعده نقول هنا ايه بقى واخذت هند تفكر في الاشياء التي ستأخذها معها بماذا بماذا فكرت هند هنقول السؤال هنا بماذا فكرت هند هنقول فكرت هند في الاشياء التي ستأخذها معها في الرحلة بتاعتها طبعا اللي هي رايح وها ماشي قال لي استخرج من الفقرة السابقة ايه اسلوب نداء طبعا انا عندي هنا يا هند اهي ده اسلوب نداء وعندي هنا كمان يا ابي ده برضو اسلوب ايه نداء طب لو برضو قال لي استخرج اداة استفهام هنا عندك اهو لماذا او عندك لماذا ماشي طب وهنا ماذا تختار برضو هنا ماذا اهي مدام في علامة استفهام يبقى انت اكيد في عندك اداة استفهام ماشي طيب نيجي تاني نشوف هنا لو قالك طيب انا عندك استخرج لي حرف جر طب ما هي حروف الجر ياولاد احنا قول لها المرة اللي فاتت ها من الى عن على في الباق والكاف واللام هما ثمانية خلاص كده اي حاجة منهم ممكن تطلعها من حروف الجار خلاص طب نجي نشوف كده عندنا مين اهي حرف جار في حرف جار خلاص طيب لو قلنا طلع لي حرف عطف ما هي حروف العطف وو الفا وثم طب طلع منهم برضو اي حاجة عندك اللي هو وهي مثلا خلاص كده طيب وبعد كده كمان عندنا اهي هافرض انه برضو جالك في القطع وقالك طلع لي ايه علامة من علامات الترقيم طب ما هي علامات الترقيم قلنا حاجات كتيرة جدا ممكن تقولوا نقطوطين فوق بعض دولا هي عبارة عن ايه علامة الترقيم طب انا بعرفها ازاي بتيجي بعد ايه قائلا حد بيتكلم بيقول كلام فبيروح حطت ايه نقطوطين فوق بعض يبقى قائلا بتيجي بعدها نقطوطين فوق بعض هي بقى النقطوطين دي هي علامة الترقيم وايه كمان؟ برضه شوف فقالة برضه رحتت على النقطتين هاي сдел亀 علامه ايه؟ ترقيم طب إيه كمان من علامات الترقيم؟ الفصله الفصله دي علامه ترقيم الفصله دي ايه علامه ترقيم خلاصه وايه كمان غير كده؟ عند القسين هذه عالمات ترقيم خلاص؟ άλλ هل نقطه فى اخر الجملة علامات ترقيم ههل برضه فى نقطه دي خلاص؟ برضه فى نقطه هنا وفي قسينه هون برضه هنا وفى نقطت هون برضو علامة الاستفهام دي من علامات الترقي ونقطوطينهم خلاص ويجي نقطوطينهم برضو ويجي القسين ويجي نقطة في اخر الجملة ويجي ايه فصلة كل دي علامات ايه ترقيين ماذا يا ولاد كده وعندك هنا ادات برضو علامة الاستفهامهم كل دي تعتبر من ادوات الايه الترقيين برضو قال لنا عايز يطلع اسم او فعل احنا اتفقنا بقى نفرق ما بين الاسم والفعل ازاي احنا عرفنا ان الفرق نعرف الفرق ما بين الاسم والفعل ان الاسم بيكون اوله ايه ها يا نور بيكون اوله ايه اوله الف ولام بيكون اوله الف ولام خلاص او اخره او اخره تهمر بقوزة او اخره تانوين ضمة او قسرة او ايه او فتحة خلاص يبا احنا عرفنا كده الفرق ما بين الاسم والفعل طب قدامنا كلمة واحنا برضو مش عارفين الفرق ما بينها او ما بينهم ازا كان اسم ولا فعل نعمل ايه ندخل على الكلمة دي الف ولام من قبلة الالف واللام بتكون اسم اللي لم تقبل الالف واللام بتكون ايه فعل ماشي يا ولاد طب نبدأ نشوف كده هنا عندنا طب طلعلي بقى هنا من هنا كده ايه اسم على طول قد تقولي مثلا كلمة الاب فيها الف ولام تبقى اسم العمل فيها الف ولام تبقىاس مخلص كدا ماشي فلنكب في تنوين كسرتين بحرية كمروطة او اخرتها مربوطة باقرها تكون مربوطة ايبقى دا على طول اسم ماشي طب نيجي نشوف تب طلع فاعل بقى طب عايزين نطلع فاعل ودُلها عدوث شيء عندنا الفعل قلنا ثلاث انوية اما فعل مضارع او ماضي او امر خلاص طب نشوف كده يلا نطلق عندك فعله عادة 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 ده فعل ايه ماضي طب المضارع بتاعه ايه يعود خلاص يعود طب الامر بتاعه ايه عد اجتمع ده برضو فعل ماضي ده فعل ايه ماضي ماشي طب المضارع بتاعه ايه يجتمع طب الامر بتاعه ايه اجتمع طب دخل دخل ده فعل ماضي طب المضارع بتاعه ايه يدخل طب الامر بتاعه ايه ادخل طب نجي نشوف كمان فعل فقال قال ده فعل ماضي طب المضارع بتاعه ايه يقول طب الامر بتاعه ايه قل طب طبعا انا مش هيباجبش كله يعني بحاول اجيب كده بعضهم يعني بعض الافعيل لك مش هيطلعها كلها يعني خلاص وقفت خلاص وقفت دفاع لمواضي طب المضارع بتاعه ايه يقف خلاص او تقف خلاص عشان طبعا ده مؤنس وقفت يبقى ايه تقف مشيه تقف طب الامر بتاعه ايه قف او قفي طب لو اこの قيلك طلع لي تانوين بالكسرة طب انا ا Herns aqui ready انا وشوف التانوين التانوين عبارة عن ثلاث ايه .انويع تانوين بالفتح وتانوين بالكسر وتانوين بالاية بالضع انوا احنا قلناه matching كدة بennes طيب اعرفوا من بعض ازاي تانوون الكسرة بيبقى ايه تحت اخر حرفه فيه كسرتين طب تانوين الضم اخر حرفه يبقى فيا ايه ضم تانوين الضم اخر حرفه يبقى فيا ضمتين رحلة تحتها قصرتين بحرية طب تنوين بالفتح مبكرا عنه في فتحتين خلاص او كبيرا برضو في فتحتين خلاص مليئة في فتحتين طيب طلع لي اللام شمسية ولام قمرية احنا قلنا بنعرف الفرق ما بينهم ازاي اللام القمرية بتنطق ولكن اللام الشمسية ما بتنطق شو تبتاكل في الكلام زي ايه مثلا عندنا اللام القمرية القمر ينفعش القمر يعني ما شو ينفع القمر طب اللام الشمسية الشمس تمشي انتكلت اللين طب برضو اعرفها انا عايز طريقة تانية برضو احنا قلناها برضو احنا قبل كده اعرف منها اللام الشمسية واللام القمرية بطريقة علمية يعني طيب نقولها كده اهن خلاص يبقى اي حرف من الحروف دي خلاص بيجي وراء الالف واللام اي حرف من الحروف دي بيجي وراء الالف واللام 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 بيجي وراء الال ولا موقع بكل ميرر في الالف ولإن بعض الالف ولم واحد في الالف هذا Уره ولم اولا ينتب الجزء إلى الجزء إلى بالرج juga الأبد يعني بشكل مخصف احت US choses الأف ولم ابن extremة sen howeverooo our work afterwards we'll help we'll help f هنا في حرف العين موجود هنا حرف العين اه وعينه العين هي موجوده خلاص يبقى هنا دي اللام دي ايه قمرية الالف واللم دي ايه قمرية خلاص وبرضه هنا بتنطق العمل يعني مش هتنفع طب ننزل نشوف كده تحت تاني الف والام اه برضه الاب تاني خلاص طيب هنا السفر خد بالك السفر انا ما نطاطش اللام ما نطاطش اللام السفر اهو طيب طب السين موجوده هنا لا مش موجوده هنا يبقى دي شمسيه يبقى تاني متى الصفر اللام هنا ايه شمسيه الصفر اللام هنا ايه الالف واللم هنا ايه شمسيه طيب الحقيبة الحقيبة خلاص الحه ما هي اللي ورا الالف واللم الحاح موجوده هنا اهي خلاص يبقى دي على طول قمرية يبقى دي ايه قمرية خلاص وطبعا هنا بتنطق الحقيبة خلاص كده يا ولاد طيب كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من درس ايه ادواتي الشخصية هنكمل المرة اللي جاية الجزء ايه التاني من درس ايه ادواتي الشخصية ان شاء الله تبشاطرين وتذكروا الدرس كويس باي باي